اشتركوا في القناة التي تبدلها الأمان العامل تعزيز التعاون الخليجي المشترك والارتقاء به نحو مزيد من الترابط والتكامل في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس ويحقق الأهداف السمية للمجلس بالإضافة إلى التباحث حول عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك وقد وقع سعادة وزير الخارجية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون على اتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في المملكة واتفاقية تعاون بين إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون شكرا